اتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة البنك المركزي تناول الاجتماع نتائج القرارات الاقتصادية وحركة الأسواق وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا وأن البنك المركزي يوفر العملة الصعبة المطلوبة وأضف أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة يهدف زيادة الإنتاج والتصدير ترجمة نانسي قنقر